المشكلة في الوقت لحاضر بأن الوضع متأزم جداً بين إسرائيل وإيران ويبدو بأن إسرائيل تريد القيام بعمل عسكري ولكن هي بحاجة إلى مساعدات أمريكية من هذا النوع ويبدو بأن الوكالة الدولية للطاقة الضرية تريد تخفيض حدة التوتر مع إيران لذلك وجدنا أنها رضيت بالتفسيرات التي أعطتها لها إيران فيما يتعلق بجزئيات اليورانيوم التي وجدت في ثلاثة مواقع إيرانية لم تصرح عنها إيران بأنها موجود فيها تفاعل نووية يبدو بأن الوكالة الدولية رضيت بالتفسير الإيراني أو بما قالته إيران وهذا يدل على أن هناك نوع من التهدئة تقوم به الوكالة الدولية والولايات المتحدة أيضاً اشتركوا في القناة